ممكن أعرف هل طاعة الزوج واجبة حتى لو كان لا ينفق علي؟ والسؤال ده أنا حجاوب حضرتك عليه إن شاء الله لكن عايزة حضرتك تسمعيني للنهاية إحنا حنوضح لحضرتك المسائل العلمية فيها والنصيحة لأن ده شيء مهم لحضرتك أول شيء نذكر بأن الزواج مبني في الإسلام على المودة والرحمة والتفاهم ورتب الشرع الشريف على هذا العقد اللي هو الميثاق الغليز بأنه جعل بين الزوجين مجموعة من الحقوق والواجبات حذر الشرع الشريف من مخالفة الإخلال أو من الوقوع أو الإخلال بالحقوق والواجبات عن طريق المخالفة ومن هذه الحقوق النفقة النفقة واجبة للزوجة في جميع الأحوال إلا عند النشوص الزوج ملزم بالإنفاق على المأكل والمشرب والدواء والسكنة والكساء وكل ده على حسب قدرة الزوج وعلى قدر طاقته وده أمر مجمع عليه يعني في شرعنا إذا ثبت عدم إنفاق الزوج على حضرتك أو على الزوجة عموما إذا ثبت عدم إنفاق الزوج على زوجتي فالزوجة ليها النهى أو ليها الاختيار بين ثلاث أمور أول حاجة إنه تفسخ النكاح وده حيكون إزاي يعني بإنها ترفع الأمر ترفع قضية ترفع الأمر للقاضي عشان يقوم هو بتطليقها بسبب ضرر عدم الإنفاق يعني طلق للضرر إنه ما بيصرفش يبقى ده لأول أمر حين هنقول ثلاث أمور أنت بتختاري منها ولكن في نصيحة مهمة هنقولها عشان مش أخد الثلاث أمور وما كملش لا نكمل الاستماع للإجابة النقطة أو الشيء الثاني يعني إما أنت بترفع أمر أول حاجة بترفع الأمر للقاضي هو يفسخ العاق عن طريق تطليق الزوجة المتضررة بسبب عدم الإنفاق أو إن حضرتك تقيمي معه ويكون له الطاعة ويثبت لك في ضمة هذا الزوج ما يجب على مثله من النفق لحضرتك يعني دين فرقبته إنه النفق بتاعته دي ثابتة النفق الخاصة بيكي أنت ثابتة النفق التي عليه ثابتة لك هتعيش معاه وكل حاجة والطاعة وتكون مطيعة لزوجك ويثبت حقك عنده ثابت معاه الحاجة التالتة أو إن حضرتك هتبقي معاه على النكاح أمر النكاح العقد ماشي ولكن لا يلزمك طاعة حتى يعود للإنفاق عليك لكن في الحالة دي حضريك مش هتستحقي أو لا تستحق الزوجة في ضمته نفقة في مدة انفرادك عنه وخروجك عن طاعة هذا الزوج لكننا بنلفت نظرك أيات وسائل الكريم إلى إن ترك طاعة الزوج في هذه الحالة الغرض منها إيه؟ الغرض منها إصلاحه الغرض منها تقويم الوضع الغرض منها الوصول لحل في إنه ينفق ويؤدي الحق الذي عليه ونحو ذلك من الوسائل اللي لابد أو ينبغي النظر فيها إلى حالة الزوج وأخلاء الزوج أي وسيلة من دول اللي هتأدي أو غيرها اللي ممكن توصلني أني أعدي المشكلة دي وأوصل مع الحل إحنا مش عايزين نوصل البيت يتهد لو أنت عايزة البيت يتهد معك أول حل هترفع الأمر للقاضي وده تطليق للضرر أو إنك ترفع عليه قضية نفق أنه يلزم بالنفق فلازم أفكر الزوج ده أي وسيلة هتؤدي معاه إلى الحل دون الصدام ده اللي نقصده وبردو لازم ننظر إلى ما يمكن أن يترتب على أي اختيار من الاختيارات السابقة دي من المفاسد ومن المصالح أو ما يرجى من ورائي من مصلح لأن بعض الأزواج بيدفع بي أو يحملوا التخاصم بالهيئة دي أنها تقول له خلاص أنت مفيش أنا مش لن أطيعك حتى تنفق الأسلوب ده مع بعض الأزواج هذا يؤدي إلى العناد والغضب من زوجته ومما يؤدي وينتهي الأمر في النهاية إلى هدم البيت كله فأنا طبعا بنصح حضرتك إحنا أنا قدمت لكي وذكرت لكي العلم اللي حضرتك حبيتي تعرفي إيه حقوقك الشرعية فأبلغتك إياه ما خدش أنا بقى واحد من الأراء دول مما لا يتناسب مع حلتي الاجتماعية مع زوجي وبغشام أروح أنفزه لازم أفكر إيه من دول وسيلة تكون ناجعة مع هذا الزوج يعني أنجح لما خد أنجح لما استعمله فلابد أن إحنا يبقى في حكمة في الاختيار وفي تعقل للأمور يعني كوني حكيمة عاقلة في هذا الموقف وقومي بوضع الأمور في نصبها ولازم تكون نية حضرتك من كل ما تقومين بيه مش العناد وأن أدخل معاه في مشاكل إنما نيتي هو الإصلاح الإصلاح إصلاح الحالة الزوجية والوصول لحل في أنه ينفق ويقوم بالواجبات اللي عليه وسل الله سبحانه وتعالى التوفيق والمعونة والسداد ربنا يوفاك ويصلح الأحوال يا ربا